وحول المشاركة المرأة في أعمال الجمعية العمومية العادية السادسة لمنظمة نساء الحركة الوطنية للإنقاذ حول هذه المشاركة الفاعلة عد لنا الزميل محمد عثمان بشير هذا التقرير إن هذه المشاركة الواسعة والكبيرة لمناظلات الحركة الوطنية للإنقاذ MPS والذين يمثلون مختلف الأقاليم والمدن والمقاطعة والأرياف والقرى بالبلاد حيث توافدنا هؤلاء لخضور هذه الجمعية العمومية السادسة في دورتها العادية تحت شعار متعاهدات من أجل الازدهار عبر الاستقلالية والتمكين الذي بات ضرورة حتمية لنساء الشاد هذه المشاركة الكبيرة لم تكن مفاجأة نظرا لمشاركات مماثلة كانت سابقة حيث كان لهم مشاركة فاعلة وحاسمة في الانتخابات الرئاسية الماضية التي أدت إلى فوز مرشه النحضة والازدهار مؤسس حزب باميناء MPS إدريس ديبي إتنو الاعتراف الكبير لدور المرأة في الحياة السياسية والتنموية للبلاد جاءت على شكل إشادة وثناء من قبل المسؤول الأول لحزب الحرية والديمقراطية محمد زين بدا حيث قال إن المرأة هي بمثابة القلب النبط والعمود الفخري لحزب النحضة والازدهار حزب الحركة الوطنية للإنقاذ وهنا لابد من ضرورة الإشادة بالدور الكبير الذي قام به حزب النحضة والازدهار من برامج ومشاريع تمهيدا لتمكين المرأة وأيضا جهود الحزب في إعطاء المرأة مكانتها بدءا بالحزب ومرورا بالمؤسسات الكبرى للدولة بما فيها البرلمان والحكومة الحالية نموزجا بعضوية سبع امرأة رئيسة الشرف لنساء الحركة الوطنية للإنقاذ هند دبي إتنو لم تخفي طموحاتها الكبيرة بمزيد من الدور للمرأة الجادية إذن يبقى للجميع احترام المرأة التي تمثل الأم الأخت الزوجة والقلب النابط لحزب بامينا والأحزاب المتحلفة لها ومحور لمختلف المشاريع التنموية وأساس لأي مجتمع كان وبهذه المشاركة ننهي النشرة الرئيسية لهذا المساء إلى أن يتجدد اللقاء في أمان الله